السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة الجميع إخوان دينا مرحبا بكم معنا في فيديو جديد إن شاء الله رحمه 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 وهو موضوع مهم كذلك اللي غضيت نقولوا فيه بزر دي القضايا اللي هي مهمة وقضايا اللي هي قضايا الساعة أن تركوا إن شاء الله رحمه 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 وفي الفيديو اللي هو مهم في هذه الحلقة هذه للموضوع دياله تدابر المغرب للجائحة وما بعدها وخبايا صفقات وزارة الصحة مع الدكتور غالي يلا ومعنا الإخوان ديالنا وتبارك الله عليكم وخليكم معنا في الفيديو وخلو شعلينا بالإضافة ديالكم سوفوء الفيديو إن شاء الله رحمه 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 تحية لمشاهدين والمتبعين هذا النقاش أتمنى أن نستطيع من خلال النقاش دياليوم نخرج بخلصات وتقييم ديالنا يكون تقييم موضوعي لأن هذا هو الهدف من هذا النوع من اللقاءات ليس لبوليميك ولهذا بل يكون تقييم موضوعي ونوقفه لقاع النقائس وكالإيجابيات اللي كانت في الميل في تدبير ديال الجائحة ديالكورونا ففيما يتعلق بالسؤال هدنا النجاح المغريب في تدبير الجائحة ديالكورونا أم لا يصعب الجواب عليه لأن مازالت الجائحة ديالكورونا مستمرة يمكن من هنا واحد عشر سنين ولا خمستاشر عام يمكن نوقفه نقوله هل أحسنة أم لم يحسن تدبير دياله ولكن على الأقل يجب أن نقف عند مجموعة ديال النقاط لما نتحدث على التدبير ديال الجائحة لا يجب أن ننسى لأن الجائحة ديالكورونا تقريبا بدأت في نوفمبر 2019 لأن الجائحة ديالكورونا مبقوش عدناني مالادي مبقى التحجة ولد عدناني كورونا والشيء لاخر مبقاش إذن هذا 95% زيادة النقطة التانية اللي قاح اللي يقدرون لتلقيه ديالأطفال 34% ديالأطفال ماستفدوش من البرنامج الوطني لتلقيه في خلال 2020 فقط معطيات يمكن في الآخر نديره تقييم ونعطيك الحاصلة ولكن هذه فقط معطيات ويمكن أي واحد فينا يضعها قدامه ويقوم بتقييم الوضع الكورونا وعزمة في العالم ويأتي واحد يقول لك لارا ما وقعت حاجة لا يوجد منك أن تخافه ودائما يهضروا بذلك السيفات الأمر تحت السيطرة وما عندنا مشاكل ما في حين لأن نقاشات على الصعيد الدولي كانت نقاشات بارتو كانت وجهت نظر متضاربة لأنه في 2020 لم يكن هناك كيف يتعامل معه بل نحن أولا لنبدأ التواصل نبدأ من الأساس جاء واحد نهار وقال لدينا واحدة لجناء علمية من بعد عامين لا أعرف ما فيها هذه الأول النقطة الثانية أننا نبدأ التواصل هي كمامة وصابون وصافيرها لا مشكلة واحد يقول لك كمامة لماذا؟ يقول لك ضروري يقول لك واحدة لوقت يقول لك غالي مريد يدير الكمامة غالي ما مريد يديرها وبدأت تضارب في المعطاية كذلك لم يكن لدينا خاصة الإعلام الرسمي لم يكن لدينا نقاش واضح مثلا فهو يبدأ للتراتة الموم بلا كلوروكي وليدروكسي كلوروكي لا يمكن أن ينقاش وماذا تحدث هل من صحيحة هل من صحيحة ومن صحيحة تقدمنا معطاية مثلا وقيتها من مؤخة تطلب منه لا كلوروكي نعرف كمانه تطلب منه وماذا تطلب لك تطلب لك وكراكيوكي وكولا تلتعود له وقتها أعطى المقدمة يفرق الدواء إذن هذا النقاش العلمي لم يكن كان صوت واحد للجنة العلمية قال في حالة النبان المحدودية و لم يكن التواصل ثانيا لم يكن استفقت المعلومة أن نأتي مع السستاء و نقول ماتوا مياق وعاشوا خمسين ماذا هذه المعطيات؟ هذا النقاش هادئ كان مواكبة نفسية كما قلت من نقاش الخبراء والكوتشين الأطفال كيف ستتعاملوا مع هذا الوضع الأشخاص في وضعية إعاقة كيف ستتعاملوا مع هذا الوضع؟ لماذا أننا رجبنا الناس وضعناهم في حالة السيتنا لخص مواكبة المجموعة الفائلين من أجل تسهيل أن فاشكنت باشلي وكذلك جوتيريز الأمير الأمم المتحدة فاشكنت يقول لك أن يجب طمآنات المواطنين ما هي الطمآناتهم؟ ليس الطمآنات أن نخرج في تلفازة ونقول لك العمزين طمآنات أن تجلب النقاش الآن للمجتمع المغربي لا تجلب المجتمع لأنه يجب أن تجلب قناة أخرى فلن تجلبك أن تغيب النقاش الآن يجب أن تجلب الكثير من الأسئلة لماذا لا يجب أن تجلب النقاش؟ المشكلة التي يحدث هل حولت الحكومة التواصل؟ خرج الوزير السحول على الأغلبية والأقلية هل في منطق الأغلبية والأقلية سنتواصل مع المواطنين؟ مثلاً آخر شيء ومن بعد الضغط قال لكم أننا 35 ألف حالات لديهم الأعراض الجانبية ولكن أعطينا لديهم ما يمكن أن نتجلب ما يمكن أن نسمع العالم كامل الناس تموت ونأتي هنا لا يمكن أن نتجلب المغربي أو أننا لا يمكن أن نتجلب أو أن نتجلب المغربي لا يمكن أن نتجلب المغربي ونأتي هناك في الخارج ونصلوا إلى المغرب وليس يبقى أن نتجلب المغربي لا يمكن أن تخبع شيئاً ما يمكن أن تضع الشكل إما أننا بشكل يومي ونأتي هناك حالة العالم كامل نأتي هناك معطيات كاملة ونضع المواطن ونأتي هناك هناك سينوفارم هناك سينوفارم هو المخير في العالم لا يمكن أن نتوعد عنه في حاله أعطيناك الله أعطيناك سينوفارم لا أسترازينيكا العالم يقلب لأنني لا نقاش أنا أحد لا يوجد هذا يحتاج النقاش هذه إمكانيات البلاد هذه هي إمكانياتنا التي كنا كيف يمكن أن ندبرها وكما يمكن أن نجاوز مجموعة الأخطاء للدارس عندما يخرج عندك وزير يقول لك أنا لدي أمامة أوروبا أريد أنني نصفت عليها وأنا قلت لي هو يكذب على الناس عندما يخرج يجب أن نجاوز لا تحشم مديرها لا أعرف ما سنقول ويقول لك هذه أوروبا بغاها إذن لم نحن هذه الهضرة عندما يأتي يقول لك لا أنا غدا سوف نصنع الريسپيراتور ونحن نحتاج أحد في العالم هو يكذب كيف يمكن أن هذه المواطنة يتوقف لك أنت جاي مثلا بشكل واضح حول إمكانيات الدولة فهذا كلا تقول لك أنه لدي لبافت سنصدره من الخارج كانت كمثال كانوا كل يفرم لك ثلاثة لبافت ففب تقول لك برسك نتويها كمثال في البداية الجائحة الترمومتر كان لديهم أربعة كانوا يعملين وكانوا يعملين هذا السياسي كان يظهر على بنو سينا الحلم المغاربة يدعون فيه كان لديهم ترمومتر وكان لديهم وكان لديهم ميليخ دامين في أوسان دافيسان يدعون ثلاثة لبافت ففب 2 تقول لك برسك نتويها وفي نفس الوقت في هذه الوضعية يأتي كوزين يقول لك أنا أريد أن أصدر لبافت ألا نتكذب هذا الكذوب لا يجعل هذا التواصل لا يجعل المواطنين يتقف في ذلك ما تقول لي نجعل إمكانية لدينا ما لدينا كيف ندبر الوضع أوروبا أكثر تقدم مننا أوروبا الشرقية وكنا نرى كيف العيادات الكبار ولو يخيطوا لبافت في الضيور رجعوا لماكينات الخياطة يخيطوا لبافت ويفرقوهم هذه إمكانياتنا لا يجعل أحد يقوم بها ويقوم بها ويقوم بها ويقوم بها ويقوم بها 16 ريال في حين أنها لم تحمي متاحها بل بالعكس أن كانت تحتاج المحاسبة له هذا التواصل هو فيه ما يتعلق باللقاحات وربما هذا هو المشكل الذي كان ربما منذ بداية الجائحة دائما في المدخلة وفي النقاش دائما يجب أننا نميزه ويقوم بمجرد وشحنا ضد اللقاح أو أننا نميزه ودائما يجب أن تريد نتريد لماذا؟ لأن أولا هذه اللقاحات التي كانت 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 الإنسانية تأخذ مدة وتجرب ومشفة ونصل إلى نتائج هذا يجب سينوفارم أن تبعت مثلا أنا جديد أسترازينيكا لدي مجموعة أصدقائي التي تعمل مع أكسفورد قبل أسترازينيكا ونحن نتائج ونحن نتائج ونحن نتائج أصدقائي أبولا ونحن نتائج أبولا ونحن نتائج أكسفورد تعمل لقاح التي تطورها لذلك يجب أن تكون شمبون ونحن نتائج ونحن نتائج ونحن نتائج لذلك ونحن نتائج أول شيء سينوفارم لذلك أن تكون شركة ستبيع لذلك ونحن نتائج أنه كانت أماراتيين جيكارون داخل مع الصينيين ومشاركة إسرائيل في الصناع لذلك أعتقد أن هذه هي عادية زيادة على أن الضونا التي تعلقها لذلك لم تكن تعلقها لذلك 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 المغربة التي تشاركها في الجريبة سينوفارم كانت تدخل ويقوم ويقوم في النتائج وهذا الأسبوع الذي كانت نحن فيه نوفمبر يبدأ آخر أيناني هذه السيمنة كانت نهار جمعة ومشاركة ومشاركة بكين لم يكن لدينا شيء لدينا لا يوجد شيء لدينا المغربة ومشاركة المغربة ومشاركة 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 يسد ومشاركة 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 ويقوم يقوم ثانيا لذلك كانت سينوفارم لدينا لجنة العلمية ومشاركة سينوفارم ومشاركة لذلك 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 سين المصنعة المهم ومن ثم لذلك لا تستعمل بالترانج للف consig وظيفة أيضا سينوفار ومجموعة أعمال. حصلت انتقا فيزرا، نقاش على فيزرا وهذا ك好 فيزرا أو بيونتيك أو موديرنا بين هذا التاريخ مو ديرنا، يعمل على مدرنا في الع인데، تقوم على مائلات مجرى في سيارة مذكرية لأنهم يجب أن تعمل على مياه وصدر مولاً فهذا خطيئاً بالكورونا ويجب أن يكون فيه فأنتج أعطينا هذا المثال نتسنع هذا لأن الوحيد للأقدمة مثلا لا يوجد فكسين يوميز في هذه الأطاقة التي ستعليهم مثلا البسج والبسج الذي يقولك بالله ونصدر على البسج والبسج ستستعمل و هذا البسج تكشفت في 1921 فأنتج اكتشافها و لم تتفرضت كليقاح في البروغرام حتى 1950 حسب من 21 حتى الخمسين يعني قدرت وتجربت و شفنا لك و درنا الإكسكليزيون و حاولنا نطوره و نشوفه وقع لك لك ـ. من 23 إلى ٣٣ و عدت لم تتفرضت و حقوقنا ما أعرفنا عنها و تبعناها و كل شيء مثلا некогда السميتا من كوكليوش تختار سنوات ١٩٣ و لم تأخذها من النظمة الصحة العالمية من البروغرام دينيه حتى عام ١١١٨ ما هو حال الوقت؟ إذا كانت الوضع في الحالة حتى يتوقف كوفيد ونحتاج الوقت يمكن أن نذهب الوضع ونذهب الوضع وما هو الحالات؟ يمكن أن يكون هناك ريسك كثير عندما يتوقف ويجب أن يتوقف لأنه عندما يتوقف الوماس ملغات ت beigeريسي أو ملغات تford molto في أين عام يبقى الأجيزة هذه الحالة م прош ליة فعلا لأنه لا يعطي لنطوريزازيون أوفيرت للناس لتساعدة الفاكسين. لا، كانت على الأقل تقول لك أنه يقاتح المراقبة. هل كنا نقوله؟ خسرية ونرى بشوية بشوية ونحسبه ونعبره. لماذا؟ لأنه لم تكن واحد في وقتها في الفاكسين كامل. كنت تقول لك لفاكسين لا يحتاج الفاكسين. لماذا؟ لأنه في الإزيسية كلينية لم يكن يدخلون الفاكسين. ضربنا دورا قالت لك لا سيكون مشكلة رأيه لابوراتوار التالي. وملاحظة أخرى أن هذا الشيء الذي يخرج في الفاكسين دائما تلقى لابوراتوار التالي. لابوراتوار التالي لا يمكن أن يكون لابوراتوار التالي لأن الفاكسين لا يحتاج الفاكسين. في وقتها كل شيء يضع على 88% أو 90% أو 95% في حالة الفاكسين. ومع ذلك الساعة لنسألهم. هل هذا الفاكسين أو هذا البيضانيكور بفريكي من هذا الفاكسين؟ وماذا عندما يكونى المموار أو لا يكون لابوراتوار التالي؟ وماذا سيكون بتتعليقاته؟ ماذا ينجبوننا؟ يقولون أننا في طاور تجريب. دعنا كل شهر نحسبه. ويوجد أنه في ثلاثة شهر أو في فربعة شهر. بعد ذلك يومي لا يبقى أن يكون لابوراتوار التالي ومن يكون لابوراتوار التالي. يجب أن يقوم بعمل الزيارة